اهلا بحضراتكم من جديد يمكن احنا نتكلم عن موضوع بيمس كل اسرة مصرية وهي مسألة انه الزواج اشترطات الزواج يمكن ده حديث الناس كلها هي الفكرة كمان في التأهيل ما قبل الجواز وده الموضوع اللي يمكن يحدث الفارق احنا نتكلم دلوقتي عن حالة طلاق كل دقيقتين تقريبا زي ما جهاز التعبئة العامة والاحصاء بيتكلم عن انه في تسجيل حالة طلاق كل دقيقتين طيب لما تفكر ده معناه ايه؟ معناه انه كم القسر اللي نهارت في النص كم الأطفال اللي تشتتوا القضايا اللي مرفوعة في المحاكم ويمكن كلنا دلوقتي كل واحد بيشوف ده حواليه وبيشوف نتاج اللي بيحصل المسألة في ايه؟ اللي بيحصل هل احنا الناس وهي بتطلق بيسيطر عليهم حالة من العناد بيجي بعدها كل اللي بيحصل؟ طيب من البداية ولو في اسرة داخل يتقدم لها راجل ازاي يقيموه؟ زي نتكلم عن انه انا بتكلم مع واحد قد مسألة الجواز ومسؤولية الجواز ولا لا؟ وفي نفس الوقت طبعا المرأة هل هي قادرة انها دلوقتي تبقى زوجة ومن بعد كده ام تفتح بيت؟ هل في سن مناسب ولا لا؟ هل في فعلا حالة تأهيل حقيقية بتحصل؟ ولا الموضوع خلاص هو جيه وقت الجواز فبيتجوزوا بدون تأهيل ويمكن نقاشات كتيرة حصلة ما بين اسادة الاجتماع عن مسألة التلاء الزيادة اللي بقى حاصل الحالة اللي هي حصلة من عدم النجاح حتى والناس مستمرة في الزواج البيوت ما بقتش زي زمان موضوع اللي بقى معقد اللي بيحصل نتكلم كمان على تعديلات خاصة بقانون الأحوال الشخصية ويمكن من الحاجات اللي لازم نتوقف عنها هو الفحص الطبي اللي حاصل للمقبلين على الزواج سواء بنتكلم عن تقييم للحالة الصحية والجسدية وكمان بنتكلم عن تقييم للحالة النفسية لازم ان يستتحقق من الخلوج ومن الأمراض اللي تعيق الحياة الزوجية ويكون فيه وضوح كمان مع شكل الصح النفسية عامل ازاي هل فيه أمراض نفسية تعيق الجواز أصلاً ولا لأ يعني أكيد كل أب وكل أم يفكروا في ده وهم بيتقدم لهم عريس لبنتهم فيه فرق ما بين الموارد النفسي وما بين الطباع هو ده اللي احنا حايزين نفهمه مع حضراتكم بكل تأكيد دلوقتي معينا ضيفتنا في الستوديو استاذة ليديا جدالة الخبير النفسي أهلا بحضرتك أهلا بيك يا هدير أهلا بيك مسألة إنه أنا دلوقتي أسرة وجاي تقدم لي حد هل فيه فرق ما بين طباع أنا ازاي كأب أو كأم أعرف هو ده طبعه مثلاً واللي هو عنده بيعاني الموارد نفسي ما المفروض إن أنا يعني أحس بالفرق ده ازاي وده دوري ولا احنا هنا يتيجي بقى أهمية الكشف الطبي النفسي اللي احنا بنتكلم عن بسي حفرق شوية ما بين المراض النفسي والعرض النفسي كلنا عندنا عرض من أمراض نفسية كلنا بيجي لنا أوقات زعل مش مبررة بصحة مزاكي مش لزيز النهاردة بقلق على مستقبلي بقلق على مستقبل ولادي بشيل هم بكرة الفلوس الدولار واللازي منه دي أعراض العرض بيتحول إلى مراض نفسي لما المعاناة تتحول إلى شيء بيأثر على حياتي اللي بنسميها الفنكشناليتي إن أنا أعرف أمارس حياتي طبعية إن أنا أعرف روح شغلي إن أنا أعرف ربي ولادي إن أنا أعرف أبقى عضو فعال في المجتمع لما الحاجات دي تبتدي تتأثر يبقى أنا دخلت هنا شوية في مرحلة المراض النفسي بالذات لو بتقت تتأثر لمدة مستمرة أسبوعين أو زيادة إنما عادت يومين ثلاثة مزاجي معكر شوية مش ريئة ما ليش مزاجة اشتغل تمام دي كلها أعراض نفسية كلنا بنمر بيها فأولا عايزة أرجع تاني لحاجة أنت قلتها في المقدمة فيش أي مراض نفسي على الإطلاق يمنع من الزواج إطلاقا نسبة المرضى النفسيين اللي تشخصوا بمرض نفسي أو اللي ينفع يتشخصوا أنهم عندهم مرض نفسي فأي مجتمع في العالم 25% فلو أنت بتكلمي إن إحنا 100 مليون يعني أنت بتكلمي في 25 مليون من إنا عندهم مرض نفسي هل 25 مليون دول حيضطروا ما يتجوزوش وماشتغلوش ما ينفعش يبقى جاري وما ينفعش يبقى متجوز أختي مش صحيح إحنا عايزين نوضح هنا نقطة مهمة جدا إنه الكشف النفسي أحياناً بتكلمهم عن إنه يكون فيه توارث في المرض علشان كده نحدد المرض فلما يتم التعامل مع المرض بطريقة طبية يبقى طبيعي الجواز هنا طبيعي وحتى ما يبقاش فيه الوصمة المجتمعية اللي إحنا بنتكلم عنها اللي هي علاقة بالمرض بس يتحسن قوي قوي نظرتنا للمرض النفسي في مصر الحقيقة يعني فيه طفرة فيه طفرة في آخر عشر سنين فيه طفرة كبيرة قوي فيه تقبل الموضوع لدرجة أن إحنا الأخصائيين نفسيين بقينا موضة شوية أنه أنا رايح للتربست بتاعي أنا راجع من عند التربست بتاعي بالزبط الفكرة أنه أنه العلاج بيخلي كل حاجة كل جوازة تنفع جدا أنا محتاجة الاختبار اللي بتقول يعليه ده آه مفيد جدا إنما إحنا عندنا عائق إنه فيه أمراض هتظهر بعد الجوازة تم عامل إيه ساعة يعني الأساسمت ده هيكشف المراض الموجود الوقتي لو فيه مراض موجود الوقتي إنما اللي هيحصل بعد كده هنعمل فيه فهنا مضطرات عامل معي فكرة الوراثة آه موجودة جدا ونسبة الوراثة عالية جدا متختلف طبعا من مراض للتاني إنما مش شرط مش شرط إنه أنا عندي أب أو أم أو عم أو عم بيعانوا من مرض نفسي معناه إن أنا هتوارسه 100% ولو حتى توارست الجين بتاعه مش شرط إنه ممكن يبقى كام مش شرط إنه يزهى غير لو تعرض لظروف معينة طيب دلوقتي إحنا منتكلم إنه لسا تكشف الطبي ده النفسي لم يتم تطبيقه الأهلي جاي تقدم لهم عريس هو بنته كان حصل لها أزمة نفسية سابقة إحنا برضو ما عندناش الثقافة النفسية الكبيرة أنا مش عارف هي أزمة ومش هتتكرر ولا أنا المفروض أقولي العريس عليها شايف مثلا أن العريس عصبي قوي العريس بيجذب في حاجات هل دي تصنف إيه؟ مرض ولا عرم؟ حسب الاستمرارية وطبع غالباً اللي أنت بتكلمي عليه دي طبعاً أنه ما فيش مرض يعني إلا طبعاً باثوراجيك اللاير ده موضوع تاني بس قصدي إنه حد بيجذب عشان يخرج من الموقف فأنت بتكلمي في حد عنده مشكلة في شخصيته ما هوش مرض نفسي يعني هو محتاجين نعالج الحتة دي في الشخصية أنه مثلاً عصبي لأنه قليل الحيلة فمش بيعرف يتصرف في المواقف بدل ما يلاقي حلول تانية بيقلب الترابيزة عليكي دي مش أمراض نفسي ممكن يبقى عرض عرض من مثلاً حد الوقف العرض ده إنه عصبي زي مقلت لك كلنا عندنا كده يعديلي التبلودة شوية فده يبقى حتة وسوس قهري كلنا عندنا الأعراض دي أقول ولا ما قلش أقول لو ده متكرر وحقول بس فأنهي جزئية من العلاقات أنا مش ممكن هاخد ابني واخش أتقدم لبنوت عروسة الله مساء الخير أنا ابني اسمه كذا وعلى فكرة هو مريض نفسي ما فيش حاجة اسمه كذا زي ما أنا مش هروح أقول مساء الخير أنا ابني عنده ضغط وسكر دي مش طريق التعرف لأنه من ضمن صفاته الشخصية إنه عنده مريض إنه عنده مرض نفسي إنما هو جدع وهو كريم وهو رجل وهو شايل مسئولية وهو متدين وهو ملتزم وهو وهو فيه ميزات كتيرة قوي وفيه مثلاً حاجات تانية بتحصل ومن ضمن الحاجات الموجودة في شخصيته إنه هو مريض نفسي مش ممكن دي تبقى المقدمة بتاعة أي حاجة في الدنيا تعرفوا على بعد الدنيا مشت حصل بينهم تآلف وكله تمام لو فيه مشكلة متكررة أو مزمنة الأمراض النفسية المزمنة مش كتير أمراض النفسية المزمنة زي الفصام أو التراب الوجداني سناء القط هما دول الأمراض النفسية المزمنة بس وعلاجهم مستمر يعني دولها يحتاجوا ياخدوا حباية للأبد كل يوم بالليل أو مثلاً حقنة كل شهر للأبد أنسوان دي آه محتاجة أقولها ولو حصل مثلاً وده بيحفل كتير قوي لأطفال من سن 12 لسن 18 سنة بيجي لهم وسواس قهري في الأخباطة الهرمونات في التوتر اللي هم عايشين فيه بيجي لهم وسواس قهري وبيروح محتاجة أقول حاجة زي كده لما أقولها ليه ودي حاجة بنتي كان بتعاني من حاجة زي كده وتعالي شعرها بتدى يقعب في مرحلة ما لأنها تعرضت لضغط فضيع جداً محتاجة أتكلم في الموضوع ده ليه هيفرق في إيه في شخصيتها عظيم إحنا يعني هنكمل الكلام مع حضرتك لكن خلينا نروح فاصل ونرجع حديثنا مستمر مع أستاذة ليديا جدالة خبيرة علم النفس نروح ونرجع نكمل الكلام أهلاً بحضرتكم من جديد حديثنا مستمر مع أستاذة ليديا جدالة الخبير نفسي ويمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الحاجات اللي بتحصل لابني أو لبنتي وأنا مش مضطرة أحكيها مدام الموضوع خلص ومدام الموضوع مش مستمر معاي طب إيه الحالات اللي أنا المفروض فيها أتكلم ووضح للطرف الآخر إنه أنا بمر بشيء ما زي إيه زي لو أنا مثلاً حد بيجيلي نوبات هلعة متكررة في حد مثلاً بيجيلي نوبات هلعة اجتماعي إن أنا بيبقى عندي مشكلة في التعامل مع الناس بيجيلي وقت بيبقى متوترة الآن مش بعرف أبقى في حتة زحمة أو في احتفال ما فبالذات لو الشخص ده دي حياته أنا محتاجة أوضح قويس قوي إن أنا عندي مشكلة في الحتة دي أوقات بتبقى أحسن من أوقات تانية إنما ده مش هيبقى المكان اللي أنا مرتاحة فيه المهم قوي إن أنا أوضح حاجة زي كده لو أنا عندي جيلي نوبات اجتئب إنه مثلاً مع دخلة الشتاء مع وقت معين في السنة في تحت ضغط معين مش بعرف أتعامل معاه فبخش في نوبة اجتئب محتاجة أوضح له بس زين بيقولك برضو بتبقى في مرحلة في العلاقة إحنا اتعرفنا على بعض كفاية إنه إحنا شفنا ميزات بعض دائماً أقول في الجواز ما بقيمش حتى حسب ميزاته أنا بقيم حعرف أستحمل عيوبه هتعامل مع العيوب دي هتعامل مع العيوب دي زي برفو عليك فأنا لقيت الشخص ده شخص ميزاته وعيوبه من ناس بيني فممكن أبتدي أصرحه أنا عندي الحتة دي محتاجة مساعدة فيها هنا الصراحة مهمة جداً إحنا كل ده بنتكلم على فرق مرحلة التعارف ولو أنا شفت حاجة في مرحلة التعارف هتعامل معها إزاي لو الطرف الثاني كان كريم بما فيه الكفاية إنه يعرفني عنه أكتر طب أنا اتجوزت وده بيحصل كتير صحيح وبعدين نكتشف طباعة صعبة جداً 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 مش أقدر أتعمل معها أو نكتشف إدمان مثلاً وده بيحصل كتير طبعا فهوهد اللي في الدنيا عشان الجوازة تكمل على خير بالذات لو فيه أطفال فمحتاجة إن أنا أخد الشخص ده أروح معي لأخصائي نفسي حسب برضو المشاكل اللي أنا شايفاها فهروح معايا إما لطبيب نفسي إما لأخصائي نفسي ومحتاجة أبتدي معا خطوات العلاج وأبقى بتابعوا فيها ما تبقاش رحلة هو بيعملها الواحد ولأ أنت جتلي بمشكلة دي حلها مع نفسك شوف هتحلها مع نفسك إزاي مش هتتحل فبالعكس الدمج في الظروف دي السند في الظروف دي بيبقى مهمة قوي والنتيجة بتبقى أسرع بكتير قوي لما الزوج أو الزوجة بيحسوا إنه أنا مش منبوز أنا بالعكس أنا مسنود انتهي بتكونيش نقطة مهمة جدا يا لدي إنه الطرف الثاني ما يتخدش طبعا هو آه عنده أزمة لكن بتتحل طبعا هتخد ما جراش حاجة لو تخديت لأنه أنا هتخد ده بتعرض للحياة بتحصل فالحياة فيها حاجات بتخدنا كتير قوي إنه أنا مش بقف عند الخطة ومش هقلب عليك لأنه انت اتعرضت أو حطيت نفسك حتى في موقف أنا مش موافقة عليه ما هو أما اللي هو الجواز اللي اسميته إيه فأنا تحطيت في موقف أو أنا حطيت نفسي في موقف أنت مش موافقة عليه ده مش معناه إنه خباصي راسك في الحيط أو شوفيها تحلي مشكلتك إزاي فطبعا مهم قوي إنه يبقى فيه شراكة في العلاج ده الناس اللي بتتوقف وتتخد وتقولك هنا أنا عايزة أطلق أنا مش حكم خلاص ده مدمن ده حتى ممكن تحصل أزامات طلاقة على حاجات أقل من كده بكتير بوت شايفة إنه ده سبب في زيادة نسبة الطلاقة اللي احنا بنتكلم فيها بوسي أنا شايفة إنه سبب أساسي في زيادة نسبة الطلاقة غير الصعوبات المادية إن إحنا خلقنا بأدية أنا ببقى عايزة جوازة زي ما أنا بشوفها على السوشال ميديا ألا وهي كذبة كبيرة أوي فأنا بصدق إنه هي دي الحقيقة فبعتبر إنه أنا أستاهل ده ده طالما فلانا أخدت ده وفلانا يبقى أنا أستاهل الشيء ده وده مش موجود ده بيبقى موجود لغاية الفرح أول بقى ما يتقفل عليها بيبتدي بقى الحقيقة والمسؤوليات والفواتير والمكواجي والذي منه ظهروا فقلت الصبر قلت الاستعداد على المسابرة قلت الاستعداد على لبناء الحلم مع بعض إحنا ما نحطش هداف مع بعض أنا بيبقى هدف إحنا ما نترباش على ده يعني ما فيش حالة التأهيل دي قبل الجواز فكل واحد يبقى داخل بتخيلاته وبعدين بتحصل حالة الصدمة مع الأسف أنا عنتي مشكلة كبيرة قوي إنه السوشال ميديا ليه جزء كبير قوي في تربيتنا إحنا بنصدق السوشال ميديا أكتر بكتير قوي ما بنصدق أهلينا حتى لو أهلينا بذلوا فينا كل الجهد إنه يا حبيبتي مش هو ده المطلوب يا حبيبي مش هو ده اللي إحنا بندور عليه ما أنا بشوفها في الموبايل ما فيه ناس عايشة زي ما أنا متخيل إنه العيشة المفروض تكون فلما بتواجه بالحقيقة بيبقى سهل أو إنه نقول مش عايز أنا هدور على غيره ما بقاش فيه مع إنه إحنا شعب مسابر جدا وإحنا شعب بترميه في الحيطة يرجع لك تاني إحنا شعب قوي جدا جدا عاطفيا كمان إنما ما بقاش عندنا قوة الاحتمال لأنه الهدف كان الجوازة الفرعة الهدف ما هواش العلاقة ما حطناش بنا وبين بعض أهداف نشتغل عليها مع بعض الحيانو ده حديث يعني يحتاج أكتر وأكتر كمان من الوقت مسألة إنه نشتغل مع بعض على استمرارية العلاقات وقوة هذه العلاقات ده شيء مهم جدا حديثنا مستمر إن شاء الله في علاقات أخرى نشكرك شكرا جزيلا لك في زليد يا جدالله خبير النفسي نورتنا في التسعة كده مشاهدين خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة من التسعة ودايما ندمتم بخير اشتركوا في القناة